علشان نعرف أكتر بقى للي بيحصل في بورسعيد معنا الأستاذ وسام الصفتي منصق حملة مقطعة الأسماك في بورسعيد صباح الخير ويوم حضرتك سعيد يا أستاذ وسام صباح الخير أستاذ علا صباح الخير أستاذ أحمد كل ثاني وحضرتكم طيبين وأستاذ المشاهدين بخير يا رب يومك سعيد يا فندم يعني حضرتك تكلمنا عن حملة المقطعة من البداية والأسباب لحد ما زي ما بنقول كده نورت على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي والله يا أستاذ أحمد نحن كنا شغالين على الحملة دية اتتاء من بداية شهر رمضان وده طبعا بسبب ارتفاع أسعار السمف اللي شاهدناها في السوق عندنا بطريقة ضاهرة جدا يعني أنتم مدينة سحلية والمفروض أن الأسماك عندكم سعرها يكون أقل كتير لأنه مفيش نقل زي مثلا في القاهرة أو محافظات أبعد زيان خلينا أقولك يا أستاذ أولا أن نحن عندنا كبورسعادية أكلة السمك دي أكل أساسية يعني النهاردة أقل بيت بيأكل سمك في الأسبوع بيأكل 3-4 مرات فعلى الفور لما يوصل أسعار السمك 250 و200 والجنباري من 700 و800 وأسعار بصراحة لم تشهدها محافظة بورسعادية ده أنتو الأسعار أغلى من عندنا يا أستاذ أولسعي على مدار السنوات اللي فاتت فكان نزلنا الأرض الواقعة يعني بدأنا نتكلم مع البيعين وأننا مغاما على الأسعار ينفع على الأسعار دي أيته طب ألولكو سبب زيادة الأسعار دي إيه؟ وجهة نظرهم يعني أه بيع التجزئة حمل الموضوع على التاجر أنا بشتر غالي والتاجر بيجيب لي السمك غالي فرطر أبيعه غالي وبحط هامش ربح لما روح نتكلمنا مع التاجر حمل الغلاء على شماعة السلار والعمالة والعلف والكلام ده كله طب احنا النهاردة الدنيا هدت شوية يعني المفروض يتم تخفيد هامش الربح صدمة يا سيدة علاء إن احنا تلاقينا التجار ردوا علينا رد عنيف جدا والله ده عرضه طلب اللي عاوز يأكل واللي مش عاوز براحته ممكن الحصة بتقفر أي محافظة تانية وبنائس من برسعيك خارس تاخد تانية طب أنا هسأل حضرتك السؤال بطريقة يا معلش يعني من أسرة حضرتك أكيد في حد بيعمل في مجال الصيد أو حد قريب من نجارك معرفتك صديق لما بتسألوا على الأسعار إيه سبب ارتفاعها بيرد عليك يقولك إيه بيقول إن الصدر والمواصلات والعربيات والعمالة زادت وكل الخامات غلت بس أنت النهاردة برضك يعني عشان ما نطلعش برا نطاق الموضوع إحنا النهاردة برضك عندنا جشعة صرافة يعني النهاردة الاستغلال والمبالغة في أن البلاء آدم بيحط أو التاجر بيحط ها مش ربح كبير جدا ده بيأي شيء بيغلق أنت ما بحطوش من عندك أنت بتحمله على التكلفة بتاعت المنتج بتاعك واللي بيدفع تمنه أكيد المواطن وهو المستهلك المستهلك الناهي أنا يعني نقدر نقول بأنه يكون الضحية إنجاز التعبير بالنسبة لكل الحلقات اللي حد كتك تكلمت عنه بالضبط يا أستاذ أحمد وهنا أقول نسطوب بقى لا خلاص نحن لازم نطلع نعمل حملة وعلى السعاد طلعت على اللي فك أقوى سلاح وأسرى سلاح إن انت ممكن بدأت في الحملة إزاي أو ساذ و سامو واتكلمت مع مين يعني مع الأهل والأقارب الأول ولا بدأت تنشر الفكرة إزاي آه يعني خلينا أقول لحضرتك بردك أنا بشكر أهل بورسعيد لأن أنا طلعت على صفحتي على حساب الخاص وعملت لايف وقلت للناس نحن نحتاجين إدعانه من كل أهالي بورسعيد احنا ديتم استخدالنا ولازم نقف وقف عقلنا على قرب راجل واحد ونعمل مقاطعة لمدة أسبوع لشراء أنواع الأسماس بالكامل مش هل أقولك يا أستاذ أولى الفكرة لأي إعجاب وترحيب من كل أهالي بورسعيد وفي خلال ساعتين اللايف عمل مئات من الألاف وتم انتشاره على صفح السوشيال ميديا بطريقة رهيبة مش أكثر والجلبية في الموضوع أن احنا الثاني يوم نضمي إلينا محافظة الدنيات والسكندرية والسيويس والسماعيلية الثاني يوم أصبحنا بقيت عدوى المقاطعة لا ينور على حضرتك في خلال النهاردة اليوم السادس مش هل أقول لحضرتك والسلام أحمد نحن بقينا 27 محافظة وخطعين شراء الأسماس بالكامل طب التجار يعني ببساطة كده يا فندي من بساطة التجار التقال في الموضوع أو اللي هم زي ما بنقول أساطيل الصيد بدأوا يستجيبوا قالوا إيه بقى بالنسبة لخفض الأسعار هم كانوا متوقعين أن محافظات الساحلية يعني أنت مثلا عندك محافظتين ثلاثة هيعملهم إضراط فالسنة مش هيصلوا حاجة عندنا ممكن نعزعه لبقيت المحافظات لكن هي الصدمة اللي انت عارف إن السمت دا بيقى معظم مدارع وكنال وصيادين يعني فيه عندنا كذا اتجاه الصدمة اللي كانت ليهم وعدت إلى خسائر مبالغ كتيرا جدا إن التعاون إيجا من جميع محافظات مصر وقفلوا المنافذ اللي هم ممكن يوزعوا فيها أي سمت يعني تروح دمياه طبعات كندرية طبعات معلية طبعات أهلية تحطها عندكم في القاهرة بصراحة اتلاقينا تعاون كبير جدا عندكم من أهل القاهرة فطبعا دا كان لازم يليهم راجعة السمك قعد عنه طب هي الفكرة بدأت بالسمك لكن الحديث دلوقتي عن باقي السلع اللي برضو أسعارها مبالغ فيها والمفروض إن هي ما تكونش على السعر اللي هي عليه رأي حضرتك إيه؟ خلينا أقول لحضرتك رشي دعا أقول لك إن المهاردة بفضل الله بعد نجاح حملة المسماك والتراجع وأعادة النظر بعد توجهه ومحتاجين الأسمات نحن بالتواصل مع باقي المحافظات بدأنا نصف حملات لجميع المنتجات اللي هيتم مقاطعتها ومن خلال برنامج حضرتك أنا أعود أن نوع على حاجة النهاردة تفت أول يوم في مقاطعة شراء البيض على مستوى الجمهورية تمام يعني بدأتوا أنتوا تتوسعوا شوية في موضوع المنتجات كدور يعني إيجابي من المواطن أنه عشان يعني يواجه جشع قلة أو بعض التجار بتأكيد بنمتنع عن التعميم طيب أستاذ وسام في جزئية هنا لو حضرتك تقول لنا هل مثلا بنسبة كام في المية استجابة من التجار في بورس عيد بخصوص السمك؟ بالنسبة للتجار إحنا وصلنا لمرحلة خمسين ستين في المية وإن شاء الله يمكن نظر حاجة والمقاطعة كتابت لمدة أسبوع واحد كانت المفروب تمتنعيك غدا بس إحنا طبعا ضغطنا أكتر ومدينا المقاطعة حتى أعياد الربيع في شام النسيم آه دي أتفل جدا معه آه إحنا لدينا مشروع أنه لازم يتم الاستجابة ونوصل لحل جزري يعني لازم يبقى فيه تفاوض ما بين المواطن والباقة بتاع التجزئة والتجار حتى يضب في المعاية لمصلحة المواطن من محدد الداخل طب في بعض الأصوات يا أستاذ وسام بتقول أن الأسعار لم تنقفد بالقدر المناسب إلى الآن وكلها عبارات يعني ما بين العشرين والتلاتين في المية ويمكن على وسائل التواصل الاجتماعي وفقط وما فيش حاجة على أرض الواقع آه بالفعل في بعض الأنواع يعني نحن النهاردة عشان عندنا حقيقة عارفة طبعا نحن داخلين على موسم الربيع ففي عندنا سمك البوري دا ويتم استخدامه في التمليح عشان الفكسيخ فطبعا لم تنقفد أسعاره لأنه ليه للمهاردة وعلي قابلية كثير من بعض ببايع الفكسيخ والشبار الأخبر اللي هو سعيد مشهورة بين النهاردة هو موسم بيعود له من عشرين إلى ثلاثين يوم دول المنتجين اللي التوجار متمسكين بأسعارهم حتى الآن دا هيبقى الحل بالنسبة حضراتكم بقى أنه يكون في مؤاطع الفيسيخ والله يا أستاذ أحمد مع شام النسيم صعب أحمد بينادي بمؤاطعة صعبة أوي يعني أنا عودة عنك في أننا حكرا في اجتماع مستعى كبير جدا في الغرفة عيد بوضع أهليات طيب المقاطعة دي هتستمر لحد إمتى حضرتك شايف أن لو التجار مقللوش الأسعار في باقي السلع بالقدر الكافي هنستمر لحد إمتى يعني بما أنها أصبحت عدوى وانتقلت من برسعيد لباقي محافظات الجمهورية إحنا مستمرين حتى أعياد شم النسيم زي ما تحدهم شم النسيم وإحنا وقلنا في خلال يومين في اجتماعات طرقة هتفقص برسعيد وهتفقص برسعيد حاجة أن جميع محافظات مستنين لأنها طبعا برسعيد بلد السمك هم ربطين أسعارهم بأسعارنا يعني احنا النهاردة لما نوصل لحل جزري فإن احنا على الأقل احنا ما بنطلب شيء بكتير نطلب تخفض الأسعار الأسماك في برسعيد من 20% لـ 30% يعني احنا بنطلب التجار تماما أنت تقلل هامش الربش بتاعته ولو 50% هي في نظرية اقتصادية بتقول إنه لو يعني قلل شعر الحاجة هيبيع أكتر فهيكسب أكتر أه ما عرفش ليه هم الحقيقة التجار ليه موجة نظر مختلفة مخالفة تماما لحالة الاقتصادية لأن سأشكر حضرتك جدا على وجودك معينا أستاذ وسام الصفتي منصق حملة مقاطعة برسعيد للأسماك والحقيقة إن انتقلت العدوى من برسعيد لعدد من المحافظات إلى جانب مش بس للأسماك لأ للدواجن واللحوم والبيت زي ما قالنا أستاذ وسام ولو نتذكر يعني من فترة ليست بالقليلة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي السلعة اللي تزيد عليكم أطعوها ما تشتروهاش علشان ناخد خطوة إيجابية إذا هم مش راضين يفهموا إن الوضع الاقتصادي علينا كلنا صعب وبالتالي المفروض إن هم يعني يقللوا هامش ربحهم شوية ويتنازلوا شوية من أجل المواطن ومن أجل إن ظروف البلد تتحسن شوية يعني ما يلوموش بقى إلا نفسهم لما السماك يقعد جنبه يعني آه وبالضبط زي ما قال كده خليه تعفن أما هو هتعفن بالمنظر ده وكمان جزء مهم جدا فكرة إن المحافظات التانية متفاعلة لأنه هو فعلا زي ما الأستاذ وسام قال يعني هو ممكن التاجر يعول على إنه والله إنت مش هتشتريها طبعا أنا هوديها المحافظات التانية فالمحافظات التانية كمان مقطعة فخلاص السمك هيبوز عنده ولكن بالنسبة للتجار ودايما بنقول يعني البعض من اللي هم يعني سواء يتفهم سعر السمك يبقى غالي في المحافظات البعيدة عن المحافظات السحلية مفهومة فيها نقل بقى وفيها حوارات كتير يعني فيها كذا إيد لكن أنت من الصيد على منافذ البيع وفي بورسعيد واسكندرية والمناطق السحلية دي أنت بتروح أصلا يعني أحيانا ما بتروحش تأمل مع محلات سمك أنت بتروح للحلقة تشتري السمك صاحي زي ما بيتقال يعني فهمش الربح المفروض يعني بسيط للغاية يعني فالفكرة هنا أنه بالراحة على بعضنا يعني مش لازم كلنا نبقى بندايق بعض بشكل ويكسب يعني هيكسب والله هيكسب ما ندد السمك موجود في البحر يعني ومش معملوش حاجة بيكلفوا سولر وكل حاجة مفيش مشاكل بس يعني هيكسب ولكن في الحناية زي ما أقوله بس أنا مالش دعم ومقطع الفيزيخ يعني لو يعني أطعو فهيبقى المناشدة كانت منك مناش دعم سيلا